أفدت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم أمطاراً رعدية محلياً قوية اليوم الثلاثة عدداً من أقاليم المملكة وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقادة برتقالية أن أمطاراً رعدية محلياً قوية ستهم ابتداء من الساعة الثانية زوالاً وإلى غاية الساعة الحادية عشر ليلاً أقاليم إفران وخنفر والحاجب وفاس وأزيلال وبنيملال وميدلت وبولمان وصفرو وتازا وتونات وجرسيف وتوريلت وجرادا وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأمطار الرعدية قد تكون مصحوبة محلياً بهبات رياح وتساقط البرد